بسم الله الرحمن الرحيم مثال خمسة من واقع الحياة تصمم إحدى العاب الحاسوب بحيث تبدأ بصورة مستطيلة بعدها 60 بيكسل في 20 بيكسل ثم يزداد كل بعد بمقدار 15 بيكسل لكل ثانية أي أو جدالتين تعطى إحداهما مساحة المستطيل أي كدالة في عرضه L وتعطى الأخرى عرضه بعد T ثانية طيب المطلوب الأول هنا إيجاد مساحة المستطيل طبعا مساحة المستطيل الطول بالعرض إذن هذا المستطيل طوله 60 وعرضه 20 إذن نرمز للعرض الرمز L إذن L يساوي 20 طيب نكتب الدالة الآن A L يساوي الطول ضرب العرض طيب نبدأ أولا بالعرض العرض هنا 20 إذن بدلا أقول 20 أقول L والطول هنا 60 لكن بدلا أقول 60 راح أقول 20 زائد 40 إذن الطول L زائد 40 طيب طيب كوننا الدالة الآن فقط أضرب L في القوس راح يكون L تربيع زائد 1040 40 L وبما أن قيمة L 20 إذن راح أقول حيث أن L أكبر من أو تساوي 20 20 نوجد الدالة الثانية وتعطى الأخرى عرضه بعد T ثانية إذن راح أقول مطلوب هنا إيجادها من العرض إذن هذا العرض قيمة 20 إذن راح أقول L المتغير T يساوي 20 هذا عرضه 20 بعد T من الثانية بعد كم ثانية إذن ذنب يزاد كل بعد بمقدار 15 بيكسل لكل ثانية إذن زائد 15 T حيث أن T الزمن ودائما يبدأ من الصفر إذن T أكبر من أو يساوي الصفر يعني يبدأ من الصفر ثانية 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 ثلاثة وهكذا بي أوجد A تحصيل L وماذا تمثل هذه الدالة إذن نوجد A تحصيل L وهذا معناته أن A وبداخلها الدالة L T يساوي A الدالة L T التي وجدناها 20 زائد 15 T طيب الآن نذهب إلى الدالة A و أي T تقابلنا وبدل منها هذه العبارة كاملة إذن راح نقول تربيع زائد 40 في L إذن أفتح قوس إذن هنا راح أكتب 20 زائد 15 T أبدأ بفك هذا القوس راح يساوي 20 تربيع 400 زائد 2 في 20 في 15 T راح يساوي 600 T خمسة عش تربيع طبعا 200 و 25 T تربيع طبعا زائد نكمل 40 في 20 800 زائد 40 في 15 T 600 T الآن أجمع الحدود المتشابهة T تربيع هنا ما في شيء ثاني له إذن راح ينزل شيء ثاني T هنا T وهنا T 600 T زائد 600 T راح يساوي 1200 T أخيرا نجمع الأعداد 400 زائد 800 راح يساوي 1200 إذن هذه الدالة A تحصيل L طيب شو تمثل هذه الدالة طبعا تمثل الأي هنا مساحة المستطيل والل الزمن الدالة إذن تمثل مساحة المستطيل كدالة زمن إذن تمثل مساحة المستطيل كدالة زمن ننتقل ننتقل إلى C كم من الوقت يجب أن تصبح مساحة المستطيل ثلاث أضعاف مساحة الأصلية طيب وشو نجيب مساحة الأصلية الطور في العرب طبعا مساحة المستطيل إذن 20 في 60 إذن هذه مساحة المستطيل الأصلية علشان نجيب ثلاث أضعاف طبعا راح أضربها في 3 وهذا راح يساوي 3600 لكن هنا المطلوب كم من الوقت إذن المطلوب الوقت طيب علشان نجيب الوقت لابد نرجع للدالة اللي أوجد نعم بفقرة B اللي تمثل مساحة المستطيل كدالة زمن اللي هي كانت 225 T تدبيع زائد 1200 T زائد 1200 يساوي ماذا يساوي ثلاثة ضعاف المستطيل إذن نجد الوقت الآن ننقل هذا العدد للطرف الثاني راح يكون 225 T تربيع زائد 1200 T زائد 1200 هذي بالموجب راح تكون بالسعر يساوي صفر طيب الآن نجمع الأعداد مع الأعداد راح تكون تنزل زي ما هي طبعا و الآن 1200 ناقص 3600 راح يكون سالب 2400 طيب المطلوب إيجاد الزمن لو نوجد الزمن من خلال هذه الدالة طبعا هذه الدالة من الدرجة الثانية طبعا لا نستطيع إيجادها بطريقة المقص لكن نستطيع إيجادها باستخدام القانون العام القانون العام يأتي على هذا الشكل تي يساوي سالب بي موجب أو ناقص جذر بتربيع ناقص أربعة A في C على اثنين A طيب من خلال هذه المعادلة محدد ال A وال B وال C اللي مع T تربيع A اللي مع T B أما العدد الثابت C إذن A 2225 B 1200 C سالب 2400 إذن نبدأ بالتعويض الآن سالب B إذن سالب 1200 وجب سالب جذر 1200 تربيع ناقص أربعة في A اللي هو 225 في C له سالب 2400 على ثنين في A هذا يساوي سالب 1200 زي ما هي موجب وسالب جذر 1200 تربيع تساوي تقريبا مليون واربعمية واربعين سالب سالب 4 في 2225 في سالب 2400 رح يساوي طبعا رح يكون بالسالب إذن سالب على سالب موجب 216 4 أصفار على 225 رح يساوي 450 رح يساوي سالب 1200 وجبه سالب الآن هذا العديد نجمعناه وجدنا الجذر رح يساوي 18 9 7 ثلاثين على 450 طيب الآن نوزع يعني بمنح موجب سالب سالب 1200 زائد هذا العدد تقسيم 450 أخذناه مرة بالموجب والآن ناخذ مرة بالسالب إذن رح يكون سالب 1200 1 8 7 3 7 تقسيم 450 إذن هنا رح يساوي الجواب 1 1.6 هنا رح يساوي الجواب سالب 6 فاص 8 بمن الوقت هنا بالموجب إذن رح نستثني الخيار الذي بالسالب إذن الزمن رح يساوي 1.6 ثانية إذن الوقت الذي يلزم مساحة المستطيل لتصبح 3600 هو 1.6 ثانية